باب السماء كلما قربتل وقرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربتل وقرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار اللهم صلي على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار سيدي وحبيبي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السمى بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي نداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله مهبة النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم صلي اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي سائلا المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا جميعا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم يا رب علمنا ما ينفعنا يا رب انفعنا بما علمتنا يا رب زدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قد خلقتنا بأمرك وأقمتنا في هذه الدنيا بمشيئتك فنسألك يا مولانا العون والمدد ما أبقيتنا في هذه الدنيا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته ورغب فيك فنفعته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستجار بك فأجرته واستغفرك فغفرت له يا قضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات أعطي كل واحد مننا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصالحين وأدبنا بأدب رسول الله وزينا بأخلاق رسول الله وأدخلنا الجنة بشفاعة رسول الله وأحينا على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واجمع بيننا وبين رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وارزقنا حصن الاقتداء برسول الله ومن علينا برؤية رسول الله ولا تحرمنا دوام زيارة رسول الله وهيئ قلوبنا للاقتباس من أنوار رسول الله اللهم هيئ قلوبنا للاقتباس من أنوار رسول الله اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وآل بيته وأوليائك الصالحين ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين اللهم امين امين النهاردة بعد ما عرفنا مبارح قدت انا وحضراتكم في رحلة ايمانية عظيمة مع نبي الله موسى بن عمران رئيس انبياء بني اسرائيل في صورة طه صورة مكية عظيمة ومشهد التحدي لما الصحراء جم من المدائن من كل حتة بقيادة فرعون وهم داخلين على فرعون بيقولوله ائنا لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين هي معركة هم جايين فرعون برجلته بجنوده بسحرته بكل كله جايين يتحدث سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فالسحراء بيقوله الفرعون ائنا لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين موضوع ده فيه مصلحة كويسة ولا تسلموا لي شاكرين انتم هي مية قال لا 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 مصلحة كويسة قال نعم ايوة فيه فلوس كتير نعم و ايه كمان وانكم اذا لمن المقربين كانوا جايين في طلب الدنيا يا حضرات كل اهتمامتهم عايزين ارشين فرعون وعدهم بالارشنات دي وفقيها سلطة وانكم اذا لمن المقربين حانت اللحظة اللي شافوا فيها ايات ربنا اية من ايات الله اه اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين يلا يا موسى قال القوا طبعا لما القوا سحروا اعين الناس فالقوا الحبال والعصية بتاعتهم فالناس شافوا الحبال والعصية بما فيهم موسى شافها تعابين سألوا جسفي نفسي خفتة موسى كلنا لا تخف لا تخف انك انت الاعلى ليه معك ربنا اوالله شوفوا يا حضرات من كان الله معه فمن يكون عليه اكتهد دائما اتصلح علاقتك بربنا انك تصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء من خاف الله خافه الناس ومن هاب الله هابه الناس ومن عظم الله عظمه الناس يا سبحانك يا رب طبعا دي قعدة ايه تبسي اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء فسيدنا موسى لما شاف العصيان والحبال بتاعتهم بقى التعبين اوه وخاف فاوجس في نفسه خيفة موسى جالوا الدعم والمدد من ربنا قلنا لا تخاف نكى انت الاعلى وقلق ما في يمينك تلقف ما صنعه انما صنعوا كيده ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى البهوات والهوانم اللي ماشيين وارا الدجالين والمشعوزين والصحرة واللي هعملك ايه وهجوزلك بنتك في ظهر في اسبوع وهفك عمل مين كان نفع نفسه لما ربنا اقولوا ولا يفلح الساحر حيث اتى يبقى ولا يفلح الساحر حيث اتى ارجوكم اقفلوا الباب ده بنت ما اتجوزتش ليه اكيد معمول لها عمل نروح بقى ندور على كت كتكوت يتيم ولا معمول مش عارف ايه يالا نعمل لها حاجة كده بايولك رأيتك بالحنجل والمنجل والشبشب والصندل والاستيكة والبرجل ايه حاجات كده بقى ويعملوا تمائم والنبي قال من علق تميمة فقد اشرك ايه ده لا اده غلط ليس عند المشهد بتاعنا فربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعه وضل عصال فالقي السحرة سجدا شافوا اية من ايات ربنا قالوا امنا برب هارون وموسى هو هنا ليه قال قالوا امنا برب هارون وموسى في موضع تاني قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون يعني انت ممكن تقرى رب موسى وهارون وهنا رب هارون وموسى لما بييجي رب العالمين بيجي الترتيب موسى وهارون قالوا امنا برب العالمين رب العالمين قالوا ربنا رب موسى وهارون لما بتتشال كلمة العالمين قالوا أمنا برب مش هيقول كلمة العالمين يجيب هارون الأول لأنه لو ذكر موسى الأول هيبقى فيه إشكالية عند المتلقي عند السامة لو قالوا قالوا أمنا برب موسى وهارون يقول لك اللي رب موسى فرعون قد يتخيل السامع أن الصحراء بيقولوا احنا مؤمنين بفرعون كرب يعني لأنه فرعون رب موسى قال ألمنا ربك فينا وليدا شفتوا الإبداع القرآني شفتوا شفتوا البيان العجيب كلام ربنا عشان بس ما تستغربش أنك تقراها في موضع قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون تيجي هنا في سورة طه قالوا أمنا برب هارون وموسى جاب هارون الأول لأنه ما ذكرش كلمة العالمين قالوا أمنا برب فلو قال موسى قد يظن السامع أنهما الاستحراء أمنوا بفرعون لأنه لرب موسى فرعون فرعون ما كانش يعرفه قالوا أمنا برب هارون وموسى فرعون قال أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى هتشوفوا احنا نعمل فكوين هتشوفوا احنا ولا موسى قالوا الفقد ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الله والله خير وأبقى عارف إحنا مشاكلنا في إيه لو عرفنا وأيقننا وعقيدة عندنا إنه والله خير وأبقى اللي هينفعنا ربنا اللي اللي هيصدر قرار بدخولنا الجنة ربنا اللي حيرزقنا ربنا عشان كده بقى موضوع حلقتنا النهاردة امتداد للملف ده بقى شوف بقى ترتيب القرآن ييجي بعد صورة طهى الأنبياء والأنبياء شرح لنا بقى الأنبياء وإبراهيم مر بمحنة إيه وربنا هم أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونوح مر بمحنة شديدة مع قومه وربنا قال فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم نوح ربنا نجاه وأيوب فاستجبنا له وذنون اللي هو يونس فاستجبنا له وزكريا قال فاستجبنا له فآخر صورة الأنبياء قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان آه يا سلام وربنا الرحمن المستعان بص يا حضرات مفيش أرحم بيك من ربنا مفيش أحن عليك من ربنا مفيش أرفق بيك من ربنا ما بيلطفش بيك إلا ربنا لطيف الله لطيف بصم بعبادة وإيه المستعان العون المعونة المدد الاعتماد اللي النبي علمنا دي عقيدة إحنا مخنوقين ومكروبين الآية دي لو اتحققت عندنا زي ما اتحققت الصحر اللي أمنوا دول أول ما باشر الإيمان وقلوبهم قالوا له اعمل اللي انت عايزه افرعه احنا مش هممنح حاجة والله فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هتعمل ايه يعني ايه أقصى حاجة ممكن تعملها هتاخد روحنا ما بياخد الروح إلا اللي خلقها لكل أجل انكتاب شوف أنفاس معدودة في أماكن محدودة شوف إزاي لك أجل لن يعدوك ولك رزق لن يفوتك الرزق والأجل شوف اتنين يعني ممكن دول أكتر اتنين بيخاف الإنسان على الملفين دول مسببين له حالة من التوتر الموت الأجل والرزق أكتر ملفين ما هو بقدر قدر وربنا قال في أول سورة الأعلى والذي قدر فهذا صح الأقدار دي ربنا كتب الأقدار قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لما جيت أنا كنت لسه جنين في بطن أمي النبي قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكونوا علاقة مثل ذلك كده كمان أربعين ثم يكونوا مضغطا مثل ذلك كده كمان أربعين أربعين واربعين واربعين يعني مئة وعشرين يوم مئة وعشرين يوم والشهر الثلاثين يوم يعني أربع شهور ثم يأتي الملك الجنين عمره أربع شهور يعني لسه بقيله خمسة عشان يطلع لنا برة ثم يأتي الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقيه أم سعيد يبقى دوله أربع كلمات كتبه رزقه وعمله وأجله وشقيهم أم سعيد فنت ولدت وقبل ما تولد بخمس سهور دول كانوا مكتبين في السجل التاعي هيجي واحد يقول لي أستنى بس اتبشي ستقول بخمسين ألف سنة أيوة في السجل الصغير وفي السجل الكبير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فيه اللوح المحفوظ وفيه الكتاب بتاعي والكتاب بتاعك يا سبحان الله طب أنت إيه اللي شغل بالك وإيه اللي قلقك طب أنا أنا كرمضان بتساءل هم الصحرة لما أمنوا لما شافوا المعجزة قدامهم اللي عملها سيدنا موسى بأمر من الله وقالوا إنا أمنا بربنا ليحوا تعلموا العقيدة وليحوا تعلموا الشجاعة وليحوا تعلموا الثقة بالله ده في لحظة قالهم ده أنا هعمل واسوي فيك وقالوا له أعمل اللي ات عايز فاقد ما أنت قاد ليه ده على أساس أنهم ما دخلوا الأظهر الشريف وقعدوا يدرسوا فيه 17 سنة مثلا 6 ستة ابتدائي وثلاثة إعداد كنا أربعة ثانوي ده كنا ندرس كده ستة ابتدائي وثلاثة إعداد واربعة ثانوي وبعد كده تيجي عالكلية بقى أربعة أو خمسة على حسب كلية اللي انت فيها كلية الشرعية كانت أربعة في كلية عملية بقى في خمسة والطب ستة وهكذا درسوا ايه هم لا هو بشر الإيمان وقلوبهم عشان كده ألف به عقيدة اللي القرآن علمنا العقيدة قبل ما يعلمنا الشريع العبادات والصلاة والصوم والزكا الصلاة فردت بعد عشر سنين من نزول جبريل من نزول الوحي قبل الهجرة تلت سنين طيب والصيام والزكا اللي اتنين فردوا سنة اتنين هجريا يعني بعد خمستاشر سنة من نزول الوحي بعد خمستاشر سنة من اقرأ من نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق بعد خمستاشر سنة كان الصيام والزكا طيب طب الحج الحج فرد سنة تسعة حجريا يا تسعة يعني بعد اتنين وعشرين سنة من نزول جبريل قال لنا روحوا حجوا طب يعني قعدنا العشر السنين قبل ما يقولنا صلوا الصلاة فردت اوما كانوا عقيدة فالنبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي روى ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله ابن عباس ابن عم النبي كنت ردفى النبي فقال يا غلام اللهم صلى على سيدنا النبي يا غلام اني اعلمك كلمات كلمات دي تحفظها كويس احفظ الله يحفظك فعل الشرط وجواب الشرط احفظ اوامن ربنا احفظ حدود ربنا ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء غير نسيان فلا تبحثوا عنها الجدولة هو تحفظ الحاجات دي ربنا يحفظك في نفسك واهلك ومالك ما تخافش على نفسك ليه لانك انت عبد لله تحاط بالرعاية والعناية حش يدريك جنبك على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزن قال احفظ الله هيحفظك احفظ الله هتجد هتجهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله المعونة عارف كان فيه مسأل عندنا كده يقولك فلان ده المتغطي بيه عريان طبعا احنا الملجأ والملاد والغوث والنجدة همطلبها من ربنا سبحانه وتعالى ودي من اوائل الاوامر القرآنية في صورة البقرة لما قال لي يا ايها الذين امنوا استعينوا طلبوا المعونة ايه بالصبر والصلاة انك تصبر وتصلي الصلاة ليه الصلاة قال لك لانه من اراد ان يكلم الله فليصلي شانت تكلم ربنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة بدل ما تقعد على خدك وتقعد تكتائبي وتقعد اطعياطي وتقعد اطفطفضي لفلانا وعلانا وفلانا دمشي تعمل لك قوم صلى ركاتين قضاء حاجة واشكر ربنا يبقى افتكر دايما شوف صورة طاها بالمشاهد اللي جات فيها وجات صورة الانبياء تتكلم عن الانبية والمحن اللي تعرضوا بيها اللي تعرضوا لها وربنا نجاهم في الآخر وربنا الرحمن اللي هيرحمنا واللي هينجينا المستعان المعونة كلها انا عايز اطلع فاصل دلوقتي وارجع بعد الفاصل مع مشهد ادهشني وحيرني والله العظيم يا حضرات عشان الشكيين والبكيين اللي يقعد يقعد يشتكلك مر الشكوى كأنه ما فيش حاجة في حياته حلوة شوف ازاي وناقم على كل حاجة وشايف كل حاجة وحشة وشايف الناس وحشة وشايف ازاي ما استغفر الله كل حاجة حاجة كده تقعد مع شخص كده ولا يزو بالله ربنا يجبك شروهم الناس برميل كآبة شوف ازاي وهو قاعد قدامك غرقان في نعمة ربنا وسليما معافا وشايفك وسمعك وبيتكلم وزاي الفل في ايه تعالوا نطلع لفاصل وهدهش حضراتكم بمشهد حصل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بين النبي وبين وبين واحد من الصحابة انا كل شوية اقول يا ربي ايه ده ازاي يعني مشهد عجيب تعالوا نطلع فاصل واحكي لحضراتكم بعد ذلك الفاصل بما شاءت الله ابقوا معنا اكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الاكارم اجدد لحضراتكم التحية ونسأل الله تبارك وتعالى ان يمن علينا بالايمان والعفو عما سلف وكان الايمان اذا باشر القلب مشكلة الشخص القدامك مشكله مش مشكلته مشكله تحلد لان الايمان اذا دخل الى القلب انفسح وانشرح فحتى لو في مكان ضيق شاف الدنيا وسعى قدامه واذا الايمان لم يدخل القلب حتى لو الدنيا مفتحه قدامه تحس انه مخنوق والدنيا ديئة اذا نزل القضاء ضاق الفضاء شوف الجنين بيبقى في رحم كمثل الشكل رحم ده عام زي كمترايا وبيبقى يعني بيبقى برينس جوه الجنين ده درجة انا خرجه للدنيا بيعيط يا ابني ده التقارج للوسع لا هو مبسوط جوه وربما يكون مزحمه في الكمترايا دي في الراحم ده توقمه او اتنين معاه يعني فيه ياما ستات ولده تلاتة في بطن واحدة سبحانك يا رب فالإيمان لما بيدخل القلب القلب بينفسح وبينشرح ومشاكل الشخص ده بتتحال واكبر مشكلة قدامه بيشوفها انها ماش مشكلة ليه لأن له رب سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي يعين فيبقى حضرتك عشان تقدر تعيش في هذه الدنيا مطمئن النفس مستريح البال تبقى عارف ان الله هو المستعان اللي بنطلب منه المعونة وعشان كده اول القرآن يا حضرات اول صفحة في القرآن كله بتقوله اياك نعبده وإياك ايه نستعي تطلب المعونة من ربنا محدش يملكها الا ربنا عشان يدهالك فما تحيرش روحك ما تقولش جيتك يا عبد المعين تعني لقيتك يا عبد المعين تعني ما انت غلطان ايه اللي يوديك لعبد المعين ما تروح للمعين ومتى اغلق الله بابه دون حاجة الناس قل لي امتى امتى ربنا غلق ابوابه دون حاجة الناس ده قال ليه وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي بس يبقى عندك حسن التضرع لربنا ويبقى عندك حسن الاستعانة تطلب منه هو وطلبش من حد تاني فالنبي بيقول لي معاذ بن جبل يا معاذ اني لا احبك ايوه ايه حبيني الله السلام ايوه لا تدعن دبر كل صلاة انتقول اللهم اعني اه اطلب المعونة من ربنا انت صليت والصلاة دي عبادة عظيمة جدا رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة الصلاة هي عماد الدين عمود الدين ده كل الصلاة فانت اول ما بتسلم السلام عليكم انت بقى السلام عليكم انت بقى عمل جليل قلت في صلاة اطلب اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته الشاهد في الامر انك بتطلب منه المعونة والنبي قال اذا استعنت واذا استعنت فاستعن بالله وفي كل الملمات وفي كل الشدائد مش حينجك منها الا ربنا وربنا قال لنا كده في القرآن الكريم سورة يونس وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِيَّا مِسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو يا حضرات مش هيكشف الضر إلا ربنا مش هيرفع البلاء إلا ربنا مش هيمن بالشفاء إلا ربنا يبقى اتجأ لربنا تعالى بقى نشوف المشهد إلا حضراتكم في شوق انكو تتخيلوه مش بس نسمعوه نتخيلوه النبي كان له واحد من الصحابة جميل خالص الراجل الطيب ده النبي هو بيسوي الصفوف استقيموا يرحمكم الله بيشوف الراجل بيشوفه استقيموا يرحمكم النبي كان يبص كده لصفوف الصحابة ويساوي الصفوف استقيموا يرحمكم الله ويعلم الصحابة لينوا بأيدي إخوانكم وهكذا فولما يصلي النبي اللهم صلي عليه وهو بيقول التشاهد خلص التشاهد بيسلم بقى فبيقولي السلام عليكم ورحمة الله تسعين درجة بيقولك كان إذا سلم من الصلاة رؤية بيض وخده عليه الصلاة والسلام كان أبيض خد النبي أبيض محمر السلام عليكم شوف بالق شوف السلام عليكم ورحمة الله شوف زاوية تسعين درجة مش السلام عليكم السلام عليكم اه لا في ناس تجي السلام تخلط مش عارف انت بتنم رأسك ده ليه السلام على يعني مسألة الرأس دي والكلام ده ماشي سلمنا وبعدين يستقبل النبي الناس بقى فيبصلهم يلاقي الراجل صاحبه ده اختفى وقال واحد من صاحبة النبي مرة في اتنين في ثلاثة النبي وهو بيقول استقيم ورحمه الله هو شايف الراجل اما بيسلم وعلى ما يلتفت بقى صلى الله عليه وسلم ويبص للصحابة بعد ما خل الصلاة ما يلاقيش الراجل وكان الراجل طار من الجامعة والنبي يعني بيحب صحابته يعني ففي يوم وقفه النبي اول ما سلم ام بصص بزرق افلان فالنبي قال له جملة جميلة اوي ورقيقة كده قال له ازهدا فينا يا رجل اتحرج اوي يعني ايه مش يعني ما نفسكش طوال معي بعد الصلاة شوية كده يعني يعني مزعلينك بحاجة انا بيقول له ازهدا فينا قال له يا رسول الله الموضوع يا رسول الله هو لما اتحرج من النبي بقى فحب يقول له ايه سبب انه اول ما بيخلى الصلاة بيجرب سرعة فجاب السبب اللي يخلي النبي يعني يعني يتعاطف معا بقى كان ممكن يقول له والله يا صلى 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 ما عندي ارتباطات وبتا لا قال له السبب مباشرة قال له يا رسول الله انه بالبيت امرأتي تنتظر ردائي ايه لا يعني ايه مش فاهم انا اه ما عندهمش الا عباية حلوة جميلة ونظيفة وطويلة كده زوجته بتستنى العباية دي عشان تلبسها وتصلي بيها هي عندها جلبية البيت كده مهلهلة وبتاع فهي عايزة تقف تصلي بشيء جميل كده خذوا زينتكم عند كل مسجد كل ما نيجي نصلي انها تزين ونبقى لابسين حاجة حلوة انها بيتأثر يعني تخيلوا ده احنا ده احنا دولبنا حطق طق من الحاجات اللي موجودة فيها وييجي فصل الصيف نطلع الهدوم الصيف يخلص الصيف وفي حاجات ما تلبستش طب انت بقى خدها تحدي بقى النهاردة هتروح احنا داخلين على فصل الصيف كل السنة وانت طيبين حتى اهلنا في الشرطة صيف ويمكن بقى لهم اسبوعين دلوقت ولا حاجة فاللي انت ملبستوش في فصل الشتة ده كم بلوفر وكم جاكت خلاص طالما ما ملبستوهمش يبقى محتاج تنومش وطالما مش محتاج لهم غيرك محتاج لهم يطلعوا هتطلع الهدوم الصيفي افرزها بقى من دلوقت حضرتك اللي قلبك مش رايح له بقى شايف انها موضة بطلط ولا كنت انت بتلبس ميديم اللهم ما صلي عنها بدلوقتي بقى تلبس اكس الارجة والدنيا فاتحة ده والاجناب بقى والكرش والكلام ده خلاص الباقي يطلع طولش يا الصلاة الاتشارت ده عزيز عندي ده اول مرة قابلت بيه فلان الفلاني او صلاة البادلة دي صنع ورحت بيها فين يا عمي يا عمي ذهبت المكارم كلها الا التقوى يا عمي ده الناس الغلابة من كان معه فضل زاد فليعود بيه على من لا زاد له من كان معه فضل ظهر فليعود بيه على من لا ظهر له فالمهم يا حضرات النبي لما وقف الراجل وقال له ازهدا فينا قال له لا يا رسول الله وليد ان امرت بي ازهد في البيت تنتظر ردائي عشان تصلي بيه يا نبي تأثر راح الراجل لزوجتي فتأخر عليها قالت له انت تأخر عرفت ازاي انه تأخر يا حضرات ما كانش عندهم ساعات بقى والساعة في ايديها وبصت في الساعة بتاعاتها كده اللي بالشيء الفلاني وقالت له انت عندك تأخر ربع ساعة لا قالوا له انت عرفت ازاي انه تأخر قالت تأخر علي مئة تسبيحة سبحت مئة تسبيحة زيادة هي كانت متعودة مثلا تسبح الف تسبيحة بقى و الف و مئة يبقى تأخر شوفوا كانوا بيحسبوا الوقت بتاعهم بالتسبيحة تقول ايه الناس دي فقالت له انت اتأخرت علي قال له والله ده انا خلصت صلى سيدنا النبي وقفني وبعدين قال له هسألني انت انا بشوفك عند تسوية الصفوف انا بقول استقيم ورحمكم الله ما بخلص صلى لك جريد ازهدا فينا فقلت له قلت له ان انا امرأة مستنية العباية الريداء ده عشان تصلي بيه قالت اتشكو ربك لمحمد عليه الصلاة والسلام وفي رواية اتشكو الله لرسول الله كده برضه قدوا لي ايه الناس دي بقى ده ايه ده هو بيكلم النبي يعني هو مش بيشكي ده هو باين للنبي انا ليه بجري روح بيتنا شو بقى الناس اللي عمالة تشكي ربنا للخلق اناق الليل واطراف النهار شفتو عشان كده النبي قال ايه اللهم صلي عليها ودي رسالة وصلوها للناس الشكيين انه انت لما بتشتكي مشكلتك بتزيد مش بتتحل على سبيل المثال هيجي واحد يقول لك اسقط يا راجل انا الدنيا ملطشة معايا والراتب ما بيكفيش وحاجة عايز بقى يبين لك ان الدنيا فرماي عني طب وبعدين وكده مشكلتك هتتحل ولا ما تتحل قال صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة ايه الفاقة دي مشكلة مدية يعني فانزلها بالناس الحق يا ناس دهنا ما عنديش الحق يا ناس دهنا ما عيش الحق يا ناس من نزلت به فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته مش هتتحل اه مش هتتحل ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل هو جاي جاي طب إمتى يبقى عاجل وإمتى يبقى آجل يعني اللي عنه مشكلة فصرخ إلى مولاه ولجأ إلى مولاه وتضرع إلى مولاه النبي قال بوس الرجل ده طالما لجأ لربنا واشتكل لربنا واستعانت بربنا هيجيله رزق عاجل أو آجل إمتى يعني إمتى يبقى عاجل وإمتى يبقى آجل هو العاجل أو آجل ده حضرتك مرتبط بما فيه منفعة للعبد ركز أوي في الجزئة ده الله يكرمك يعني مش هيتقلوا مثلا بص بقى آه إنت إنت لجأت لربنا وإنت مبتلأ وإنت مضطر فربنا حيستجب لك عاجل النهاردة عشان فيه في الخزائن بتاعته لا لا إنت علان ده بقى لا استنى شوية آجل هيجي لك رزق آجل صح ما عمدناش في خزائن ربنا واحد يقول لي لا لا الكلام ده غلط ده خزائن ربنا ملأ لا تنفده أبدا على أما ليه ربنا إدى سين رزق عاجل بس صاد إدى له رزق آجل مش مش في لحظتها ليه السؤال الأول هل لإني خزائن ربنا لما سين طلب كانت مليانة ولما صد طلب كانت خزائن ربنا فضية كلنا قلنا لا خزائن ربنا على طول مليانة طيب يبقى يبقى المشكلة مش في خزائن الرزق صح؟ طيب هل المشكلة لا سمح الله أو تعالى الله علوا كبيرا إن ربنا بيبخل على عباده حاشاه ده هو الكريم وهو الأكرم يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء علمنا كده في القرآن صورة المائدة بل يد اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة عوزوا بالله استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله ملعين قالوا ربنا بخين استغفروا الله لا 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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أمال العين دول أمال بل يداهما بسوطتان ينفقوا كيف يشاء سبحانه وتعالى منزه أمال إيه الموضوع يبقى هو مسألة أنه يأجل الرزق لا هو بخل ولا شح ده هو الكريم والأكرم ده بل يداهما بسوطتان ينفقوا كيف يشاء ده هو بيمنح وأسبغ عليكم نعمه ضيارة نباطنا ولا عرفنا مشكلة التأجيل لإنه الخزاء الفضية لا الخزاء المديانة طيب يمكن مثلا ربنا زعلان من العبد ده ها ربنا قال إن رحمتي سبقت غضبي ها مش انفعالي مش إله انفعالي ده هو حليم علمنا كده من أسماء الحسنة ولو شكرون حليم ده هو عظيم صح ده قال إن رحمتي سبقت غضبي طيب مال إيه الموضوع الموضوع إن ربنا عليم بالعباد ولطيف بالعباد وخبير بالعباد عارف إن ده الرزق العاجل هيصلح أمره فأمر رزقوا الرزق العاجل لمصلحته وعارف إن ده الرزق العاجل يضره عارف زي إيه مثال بسيط خالص عشان تعرفوا حكمة ربنا أحيانا يا حضرات نروح نزور مريض في المستشفى خارج من العمليات فيقول لك إيه ريق ناشف ريق ناشف إنت عارفين بقى البنجو وتبعاته وأثاره يعني شوية مية الدكتور هو لا بلاش مية دلوقتي اللي هو الدكتور بيكرق المريض لا بلاش مية عشان المية خلصت والحنفيات وأزاز المية والكولمن والكلدير والتلاجة والكاراتين ما فيش أبدا نعمل لي أنا مية طب بيكرق خالص رملي مش وقته لا ده حضرتك في شوية أمور الأول لازم نتطمن وإيه وإن الرجل ده يحصل وإيه عمل إيه حاجات كده معينة طبية مش مش شغلانتنا يعني طب بقول نبي يا دكتور نسي لا يا جماعة ممنوع مش عاربش دلوقتي صح أو لا ولله المثل الأعلى ما تقعدش بقى أنا بدي يا شيخو ما حصلش حاجة إنتوا مش بتقولوا إن ربنا بيجيب المضطرة إذا دعاه وأنا عمل إيه وإيه 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 ما حصلش حاجة بسا شوية في حاجات كتير هو عليم بها سبحانه ما نعرفهاش وما قلناش طب إيه تاني مش يمكن إنه التأجيل الموضوع ده خير كبير قوي لك ده أكيد مش مش يمكن ده أكيد لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيكره أنا وش بيحبنا ده أحيانا اللي عبد لما يطلب من ربنا ويلح على الله في الدعاء ويقعد يبكي يا رب عايزه فرج عاجل غير عاجل وعايزه شفاء عاجلا عاجل عايزه شفاء النهاردة قبل بكرة وعمال يتدرع إلى الله وطلب حاجة من ربنا النهاردة قبل بكرة وعمال يتدرع إلى الله وصاحف التلت الأخير من الليل وبيتدرع إلى الله هو ربنا مش شايفه طبعا ربنا بيحب الشخص ده طبعا ده بيتهجد ده شرف المؤمن قيامه بالله ده من أشرف الناس عند ربنا الرجل ده طب ليه ربنا ما استجاب لهش أحيانا ويخلنا ربنا يقول للملائكة أمهلوا عبدي لا لا استنوا عليه شوي سبوه لا ليه يا رب يقول له إني أحب أن أسمع صوتicia احب احبه يا حضراتكم المثال كده أحيانا ودرج روح حتى أخلص مصلح يعني فالراجل الطيب بيقول لي بص يا شيخ ونتعلينا بقى بعد يومين قال له نشوفك اقوللي يا عم خلص هالي وانا كده كده بعد أسلم عليك انا ببقى مستعجل على مصلحتي انه هو له حكمة ربنا سبحانه وتعالى اذا اذا كان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فما بالنا برب النبي اذا كان النبي حريص على مصلحتي اكتر ما انا حريص على مصلحتي اذا كان النبي اللهم صلي عليه بيهتم بامري اكتر ما انا اهتم بنفسي فما بالنا برب النبي عشان كده سيدنا إبراهيم في سورة مريم بعد الحوار اللي دار يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء يا أبتي إني قد جاءني الحوار ده في الآخر بقوله سأستغفر لك ربي شوفه جمال سيدنا إبراهيم لما قاله إيه لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا يا أبدي إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية شفتوا سيدنا إبراهيم يكلم عن ربنا إزاي حفية عارف الحفاوة الحفاوة لما تروح لواحد كده معزوم عنده وتقول يا السلام والله يقابلني بحفاوة شديدة وجميلة وكان واقف على قدم من واساق ولازم تشرب دي ولازم تاكل دي وما سبنيش والله ده أحبني أحسن مقابلة الحفاوة فالك ولله المثل الأعلى فسيدنا إبراهيم بيقوله قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وسيدنا زكريا في بداية الصورة بيقوله ولم أكن بدعائك ربي الشقية يبقى الاستعانة بربنا استعين واتطمن إلجأ لربنا واتطمن والله حكتك هتوقضى بس إنت في الوقت اللي ربنا يعلم إنه هو مناسب لهذا الأمر نلتقي بحضراتكم بمشاءة الله بعد ذلك الفاصل إبقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدنا الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية آخر آية في صورة الأنبياء وربنا الرحمن المستعان استعينوا بالله تبارك وتعالى فمن استعان بالله كفاه الله كل ما أهمه فمن لجأ إلى الله خلاص يطمئن أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه كل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنا كشفات ضر أو أرادني برحمة هل هنا ممسكاته رحمته يعني إذا ربنا أراد حد بضر الكرة الأرضية هل هنا كشفاته ضر مش هيحصل لو ربنا أراد حد برحمة في الكرة الأرضية هل هنا ممسكاته رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون في المشهد اللي كان فيه الحجاج وإمام التابعين سعيد بن جبير وحوار ما بين الحجاج الطغية المعروف وما بين سعيد بن جبير فمن ضمن الجمل يعني فالحجاج بقول لي سعيد بن جبير هو متكتف قدامه أتدري ما أنا فاعل بك تعرف أنا أعمل فيك إيه ألا معرفش قال له سأقتلك شر قتل ده أنا أعمل و أسوه فيه قاله يا حجاج لو علمت أن الأمر بيدك لعبدتك من دون الله ما فيش فيديك حاجة تعملها خلص لأنه أنا لو مكتوب لي أجل الحد النهاردة هموت النهاردة خلص هموت النهاردة روحي هتتسحب النهاردة هيجي ملك الموت يسحبها النهاردة ولو مش مكتوب ده لو الكرة أرضية اجتمعت عشان تاخد الروح مش هتعرف تعمل ده شفت القوة فالحجاج الغضب وبعد نقل للسياب هيطع رقبته كان سعيدة نجمير واقف كده فلما صدر القرار منها هيطع رقبته هو وقف قدام الإبلة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فغضب الحجاج وقال اصرفوه عن القبلة غيروا وشه من اتجاه الإبلة فلما غيروا وشه سعيد عكس اتجاه القبلة فسعيد سعيد بن جبير عمل رضي الله عنه امام التابعين سعيد بن جبير فقال ايه لما صرفوه عن القبلة قال ولله المشرك قوى المغرب فأينما تولوا فثم وجهه الله فغضب الحجاج وقال كبوه على وجه عشان ما يبقاش في الاتجاهات دي فلما كبوه على وجه نظر إلى الأرض فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى فغضب الحجاج قال لسيب خلصني منه وطرقته فأخر دعوة دعاها سعيد بن جبير اللهم لا تسلطه على أحد بعدي أنا أخر ضحايا من ضحايا الحجاج وفعلا وقد كان بعدها لم يهنأ له يوم ولم يهدأ له جفن لحجاج وكان يقوم منهم يقول ما لي ولسعيد ما لي ولسعيد فقيل له ألم ننهك عن الصالحين نحن مش قلنا لك ما تجيش جنب الصالحين دول دول معهم مدد رباني كن مع الله ترى الله معك لا تدبر لك أمر فذو التدبير هلك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك التفويض لله تبارك وتعالى الاعتماد على الله عز وجل الاستعانة بالله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال لي بقى إن الله بالغ أمره ايه تخي عايزي تاني بقى شايلين الهموم على رأسنا وشايلين الهموم على ظهورنا ويعني حماء يعني أثقال هموم ونثقال ليه يا عمي ما تلجأ لربنا سبحانه وتعالى استعن بالله النبي قال كده استعن بالله ولا تعجز تبقاش عاجز عشان تبقى قوي استعن بالقوي أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتابعون أحسن بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإرخوا أديكم واسألهم من غيره يبقى مهجيب رحمته عمى أجمله عمره مرض حبيب وبيت بالتيبين لو بس بوا مع الباب وليه لأمعين يتقبلوا التواب باب السماء كلما قربت له وغرب والدعوة سم من نمى من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إملا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيضرر